سمكة الأرنب وسميت سمكة الأرنب لأن شكل أسنانها كما نرى أمامنا تشبه الأرنب وفي هذه الأيام أخذت تظهر على شواطئ البحر الأبيض المتوسط ولذلك يجب الحذر من هذه السمكة وأنا بذاتي لقد وجدت هذه السمكة على سواحل ترطوس تتقاذفها الأمواج فوجدت شكلها غريب وغير مألوف لدي فأخذت هذه الصورة معها لأن شكلها غريب وممتع ثم التقت لها صورتي بمفردها بعد أن علمت مدى خطورتها أخذت صورا لها ثم حرقتها لأن السم تحت جلدها وإن أكلها أي طير أو كلب أو حيوان سيموت بعد ساعة واحدة من قوة السمكة ولذلك من الأفضل أن نحرقها والسم هذه السمكة يوجد في ثلاث أماكن مختلفة من جسمها تحت الجلد وقرب الأحشاء وبجانب النخاء كما أن كبد هذه السمكة سعم جدا تتراكم المواد السمكة أيضا في أسنان السمكة بسبب تحلل غذائها الذي يشمل نوعا من الطحالب الخضر السعم تعد تلك السمكة من الإسماك العدوانية التي تأكل الإسماك الصغيرة واليراقات السمكية تتوفر سمكة الأرنب بشكل شائع في المطاعم ومحلات السوبرماركت وفي جميع أنحاء اليابان ولكن يجب أن يتم تحضيرها من قبل طاهي معه شهادة أو رخصة من أجل طهي سمكة الأرنب حُظّر تحضير سمكة الأرنب في المنازل والأسرة المالكة اليابانية ممنوعة من أكله اتواجد سمكة الأرنب أو سمكة الفوغو في المياه المالحة وقليلة النلوحة أيضا في الجزء الشمالي الغربي من المحيط الهادئ وفي البحر الأصفر وبحر الصين الشرقي والجزء الغربي من بحر اليابان أحبائي لا تنسوا الاشتراك بالقناة والأعجاب بالفيديو وتفعيل الجرس ترجمة نانسي قنقر